الآن مو فلسكرين زينب، الآن تمام، يلا حاش تيرش مرحبا، أنا طالبة زينب حمدان نصر الله من جامعة البصرة كلية الصيدة لمرحلة ثالثة صحية طيبة للأساتد الفضلاء وزملاء المستمعين طبعاً موضوع الابرزنتيشن اللي راح نكتلم في اليوم عن مرض تصلب الشراين الأثيروسكيليروسز غالبية الناس حتى باقي جراوند عن هذه المرض وتعرف أن السبب الرئيسي لهذه المرض محتويات العرض راح يحتوي عرضنا أو راح نتكلم بهذا العرض ما هو مرض تصلب الشراين يعني كتعريف أو مدة بسيطة عن مرض تصلب الشراين تكون وافية تفهمنا ما هو السبب الرئيسي عنه وما هي الأعراب التي تنتج إذا أصبنا بمرض تصلب الشراين ما هي الأسباب التي أدت إلى أصابتنا بمرض تصلب الشراين وكذلك ما هي عوامل الخطر؟ هل هناك مضاعفات لهذا المرض؟ يعني شو نقصد بالمضاعفات؟ يعني مو فقط متعلقة بالسيستم اللي يصار بخلب وأنما بسيستمات أخرى بالجسم وكذلك ما هي طرق التشخيص والعلاج والوقاية؟ مرض تصلب الشراين مثل موامح أمامكم يقول هو عبارة عن عملية تدريجية تتراكم فيها الموامل التي تحتوي على الدهنيات والكوليسترول إذن هي عملية مو نتجة من يوم أو يومين أو شهر أو شهرين أو فترة قصيرة لأو إنما على مدى السنوات ناتجة عن الباد هابيت أو الباد سيستم لللايف ستايل بسبب تناول المواد التي تحتوي على الدهون والكوليسترول عالي هذه المواد راح تترسب على جدران الشراين بالتالي تؤدي إلى تضييقة وأحياناً ممكن أنه يؤدي إلى انسدادة بشكل مبلغ هنانا في النوتة بسيطة يقول عندها جراحة لاحظوا الأطباء بأنه أحياناً هذه العملية اسموها عملية تكلس لأن المواد يشوفوها متكلسة على جدران الشراين ويكون لونها أبيض أعراض مرض تصلب الشراين بعض الأحيان نسمع أنه هذه الشخص صارت عنده نوبة قلبية أو سكتة دماغية بصورة فجائية لكن هو في الحقيقة مو بصورة فجائية لكن الأعراض ما ظهرت علي أعراض مرض تصلب الشراين ما ظهرت علي حتى يعرف المريض بأنه هو مصاب بمرض تصلب الشراين وبما أنه إحنا نعرف أنه القلب هو مو سيستم يعني واحدة وما متعلقة بسيستمات الجسم الأخرى إنما هو السيستم الرئيسي بالجسم المرتبط بسيستمات الجسم الأخرى واللي يسوي للبلاد لأجزاء الجسم لذلك الأعراض ما رح تكون متعلقة بالقلب فقط ممكن أن الأعراض تصيب ممكن أن أعراض تظهر على الدماغ ممكن أنه على الكلا ممكن أنه على أجزاء الجسم السفلي دعونا نتناول الآن إياكم الأعراض المتعلقة بالشراين التاجية بما أنه هي شراين تاجية ونعرف غضيفة الشراين التاجية هي تغذية القلب وهي شراين خاصة موجودة في القلب فقط إذلك إذا كان هناك إذا كان التصلب أو التكتل والترسل صاير في الشراين التاجية لاحظ عدم انتظام بضربات القلب يعني ضربات قلب غير عادية ألم أو ضغط بالجزء العلوي من الجسم يعني المريض حس بالبين تشيست عنده بسبب الذبحة الصدرية وكذلك يضيق بالتنفس يعني أثناء ممارسة مثلا أثناء ما يقوم بجهد بسيط أحيانا حس أنه هناك انقطاع بالتنفس عنده أو صعوبة بالتنفس والأعراض المتعلقة بالشراين الدماغ بما أن الأمر متعلق بالدماغ فخلي بالنا هناك رح يكون صداء أحد خدر أو ضعف في الذراعين وأصداقين أحيانا صعوبة بالتكلم أو فهم شخص يتحدث ويتدالي عضلات الوجه ومشكلة أحيانا في الرؤية أما الأعراض المتعلقة بالشراين التي تنقل الدم إلى الكلة التي تنقل الدم للشراين والحوو تنقل الدم إلى الساقين مثل إصر عند ألم بساقين عند المشي وكذلك الخذر وأما بالنسبة للأعراض المتعلقة بالشراين التي تنقل الدم إلى الكلة راح يسبب عندي هايبرتنشن ضغط دم مرتفع وكذلك هيرت كذلك أفشل كيلوي هيرت كيدني ما هي الأسباب التي أدت إلى هذا المرض وما هي عوامل خطر مرض تصل إلى الشراين في ما يأتي سوف نتناول الأسباب الرئيسية وتشمل أبرز الأسباب الرئيسية مثل ما ذكرنا بالتعريف أن المواد أو الأغذية التي تحتوى على دمون مرتفعة وكذلك أحيانا الهايبرتنشن ضغط الدم المرتفع ممكن أنه يؤدي أو هو السبب الرئيسي أنه يؤدي إلى سكتة دماغية ونوبة قلبية بعض أنواع الالتهابات الالتهاب المفاصل أو الذائبة وكذلك أحد الأسباب المخيفة والتي تؤدي إلى مرض تصل إلى الشراين هي السمنة وكذلك مرض السكري بعض الأشخاص يعني أحياناً نواجه السؤال شو نسبق أو علاقة مرض السكري بمرض تصل إلى الشراين مثل ما نعرف أنه الالتهاباتيس ما تسكري عندي هاي لفولة لغلوكوز بالدم وقد تكون أسباب أنه الخلية أعتها الريزيستنس للإنسولين بالتالي الرسبترات التي راح ترتبط بها الإنسولين حتى تؤدي إلى دخول لغلوكوز إلى داخل الخلية ممكن أن يحصل بها عطل هذا يؤدي إلى أنه لغلوكوز ما راح يدخل إلى الخلية بالتالي المستويات الغلوكوز راح تبقى مرتفعة بالدم يعني هناك مواد راح تبقى عالية بالدم أحياناً تؤدي إلى تراكمه وترزبه على الجدار الداخلي الأوعية الدموية وكذلك السموكينج التدخين أما عوامل الخطر الرئيسية وتشمل ما يأتي مرض الشريان التاجي مثل ما ذكرنا بالإسلاد السابق أن الشريان التاجية الشريان الخاصة للقلب أحياناً إذا صار بها خلل أو صار بها انسداد هي التي تؤدي إلى أمراض تسلق الشريان وكذلك أمراض الأوعية الدموية أحياناً تسلق الشريان ما يحدث بها القلب فقط كتصور يعني مو فقط بشراين القلب وإنما بشراين الأوعية الدماغية وأمراض الشراين الطرفية يعني اليدين والقدمين يحدث بالشراين التي تؤدي إلى توزيع الدم إلى هذه المناطق يحدث بها ترسب وتتراكم بها المواد أمراض الدم البطينية في الشريان الأبهار البطيني نحن نعرف أنه الشريان الأبهاري هو الشريان الرئيسي اللي راح تتبرع من عنده الشرايني راح توزع الدم إلى الجسم فالأمراض اللي راح تصير بهذه الشريان قد تكون سبب إلى الأثيره أما عوامل الخطرة الثانوية تشمل ما يأتي ارتفاع مستوى الكوليسترول والثلاثي الإلكلوسيرويد في الدم كذلك الهايبرتينشيل والبنجينا الشيخوخة مثل ما سامعينا وهو شائع أكثر منه بتصلب شراين تحدث عند الكبار السن وكذلك الوزن الزائد مثل ما تكلمنا والجينيتيك ممكن أنه وراثة العائلة تسبب مرض تصلب الشراين والخمول البدني ما عنده حركة شخص لما تكون حركته يعني خامل جسديا وبدنيا ومقاومة الإنسولين مثل ما وضحنا أنه الخلايا راح تسرعتها بالتالي ما راح تستجيب للإنسولين وتخلي الإنسولين يرتبط بالرسبتر المرتبط بيها حتى يدخل للغلوكوز إلى داخل الخلية وكذلك ممكن نقص به في الدم ممكن أنه يكون أحد العوامل التي تؤدي إلى مضاعفات من التصلب الشراين وتشمل ما يأتي تمدد الأوعية الدموية حتى الدم يجري بشكل فأي مابة تترسب على الجدار الداخلي بالتالي المساحة مالتك وكأنما الوعاء راح يصير بتتخن وسمك والذبحة الصدرية وفشل كلوي مزمن وأمراض القلب التاجية أو الشريان السباتي وكذلك نوبة قلبية وفشل قلوي وفشل القلب ومرض الشريان المحيطي والسكتة الدماغية وإيقاعات غير عادية للقلب تشخيص من التصلب الشراين تحليل الدم تحليل الدم هنا الغاية من عنده أنه يتعرف على مستوى الجلكوز في الدم وبالتالي على هذا الأساس طبيبي يقدر يعرف ما هو سبب من التصلب الشراين وكذلك مخطط كهربائية القلب وكذلك احتوال أجهاد التمارين يعني مثلاً الطبيب يطلب من المريض يسير على جهاز المشي وهو مربوط بجهاز تخطيط القلب حتى ياخذ صورة عن مرض تصلب الشراين ومخطط وكذلك مخطط صداء القلب والموجات الفوقات الصوتية ومؤشر الكاحل هنا ياخذ مقطع تصويري للكاحل حتى يقارن بمقطع تصويري بجزء آخر من الجسم وكذلك قصطرة القلب وتصوير الأوعية الدموية وفحص الكاليسيوم التاجي واختبارات التصوير الأخرى علاج من التصلب الشراين العلاج بعد ما تعرفنا على أسباب من التصلب الشراين وقلنا أنه أغلب الأسباب هو الفستايل أو الهاد أو الباد هفت العادات السيئة للمرير فبالتالي انغير نمط حياته مثل يجند أو يقطع عن التدخين وكذلك ممارسة التمارين الرياضية بانتظام وانتباع النظام رذائي صحي والحفاظ على وزن صحي الدواء اعتماداً على تشخيص الطبيب هنا الطبيب رح يعتمد على السبب الرئيسي الذي أدى إلى السابق ضمن التصلب الشراين فإذا كانت هذه الأسباب متعلقة بمستويات الكوليسترول لدى الشخص يوصف لي علاج كأبزامبل بسيط هذه العلاجات هو السيئة وكذلك إذا كان السبب الرئيسي هو الهايبرتينشين أو الدياباتي ينطل المريض علاجات تقلل من الهايبرتينشين يستويهايبوتينشين كذلك علاجات تقلل من الهايبرتينشين وأكيد توافق المريض مع الطبيب واتباع نصائحه هو اللي راح يسهل على المريض هوايا شرا كذلك ممكن أن تكون أحد العلاجات هي الجراحة في بعض الأحيان لما يرى الطبيب أنه المريض يزداد الجهد عليه بسبب مرض تصلب الشراين صار يأثر على حياته ما صار يمارس حياته شون منقول أنه بشكل طبيعي لأنه أكيد ما راح يمارس حياته بشكل طبيعي لكن زادت صعوبة الحركة زاد علي ذيك التنفس فيجأ الطبيب إلى الجراحة هذه الجراحة حتى يوسع الأوعية الدموية وكذلك لنقل الدم حول المنطقة المصابة وكذلك إجراء جراحة حتى يزيلها من تراكم الترسبات الوقاية طبعا بعد عرفنا وبعد كلامنا عن الأسباب وعرفنا مني الناتج شو السبب الرئيسي إليه الوقاية راح تكون أكيد هي الأقلاء عن التدخين وكذلك ممارسة الرياضة بانتظام وفحص مصدقات الكوليسترول والسكر في الدم والحفاظ عليها وفحص ضغط الدم والحفاظ عليها الحفاظ على وصص صحي وتناول الأقل من الأصباحي وشكرا خلاص عرضنا إن شاء الله شكرا جزيلا زينب مداخلة ويا زينب شكرا جزيلا زينب للعرض العرض ممتع جدا جدا حلو لكن ملاحظات عامة حجم الخط صراحة كان صغير يعني ياريت إنه على المرة القادمة إن شاء الله إذا تسعدين ويانا للمستوى الثاني من المنافسات حجم الخط يكون أكبر أفضل شوية أريح أيضا للقارة وتجنب استخدام الألوان اللي تكون شوية صعب على العين إنه تتقبلها مثل اللون الأصفر يعني يحاول يتقليلين من استخدامه ولو أنت مستخدمتها قليل بس يعني الأفضل إنه تتجنبين استخدامه وفتشي حلو ويكون أيضا إسناد للمعلومات يعني ذكرين مثلا المصادر المصادر تكون بأسفل بالفوتر مالتل السلايد زينب موجودة زينب لكن إنه الترانزيشن كل شي كان حلو ومرتبعة شديدة نشكرا دكتور ساد أحمد السلام عليكم عليكم السلام معكم دكتور أحمد سعيد عضو للتدريس في كوليتر المدامة الأظهر مصر أهلا وسهلا دكتور أهلا وسهلا بمحضرتك هو العرض جميل زينب ما شاء الله وثالث هو بس نفس الملحوظات اللي قمت بتها دكتور أولى بخصوص الخط وبخصوص الألوان بس في ملاحظة بس علمية إنه المفروض لما بنتكلم على حاجة بصفة علمية زي أمراض معينة مفروض بيبقى فيه شوية من التفاصيل ما يبقاش الموضوع عام يعني أنا لاحظت دايماً إنه بتقولي إنه سبب تصلب الشرايين مواد تراكم مواد فلازم تحددي المواد اللي تراكمت في الأوعية دموية هي إيه فلازم تقولي إنه هي الدهون والتراجلس رايت اللي هي السلسية الدهون وعلاقتها بالسكر أو سبب من أسباب اللي تصلب الشرايين هو السكر لأن زيادة نسبة السكر في الدم هو اللي بيزود الترايجلس رايت أو سلسية الدهون عشان كده بيسبب حاجة اسمها قدم السكري يعني دي بعض التفاصيل العلمية يعني لما بنجري الكلام عن حاجة علمية لازم نوضح ما بنبقاش نتكلم بصفة عامية هو ده كان ملاحظتي بس العرض كان رائع المشكلة دكتور أحمد نحن محددينهم بعشر دقائق فقط يعني هي هنا المشكلة اللي هما يواجهون أنا معاك بس فيه جزء اللي هي أجزاء بسيطة كده أنا مش بكلم بصفة عامة يتكلم كله بالتفصيل لكن أنا فيه أجزاء كده معينة يعني ما ينفعش أنا بكلم مع مرض فلازم أوصفه بالعكس بالعكس كلش ممتازة الملاحظة يعني هو يعني أنا بيرأي أنه ننطي نقاط الضعف أفضل ما ننطيهم نقاط القوة حتى يقدرون يستفيدون من عدة بالمستقبل هذا هو المهم أنا بالنسبة لي لهم ودى الهدف طبعا بالضبط بالضبط فعاشت هنا وقودة مشكور قودة مشكور يا دكتور ربي يحفظك إن شاء الله عندش تعليق عندش تعليق زينب لا دكتور تمام دكتورة آلا أوكي يعطيك العافية سلايداتك كثير حلوة وتعباني عليها كثير عجبتني بس المرة القادمة إن شاء الله لما تتأهلي كوني أنا بحب الصيدلة وطلابي صيدلة فبدأ غششك عشان تتأهلي أو لما تتأهلي إنك تزيدي صور بس للمرة الجاي إذا تأهلتي الله يرضى عليك يبدن صور أكتر تمام والسؤال هي جاوب الدكتور قبل شوي كنت دسألها إنه إيش العلاقة ما بين التصلب الشرايين والسكري فجاوب الدكتور يعطيك العافية شكرا جزيلا يمكن نفس ملاحظتك الحوراء قبل شوية أنه وأنا دائما أقول حتى الأساتب اللي يشاركونه يعني أنه قدر الإمكان بالأونلاين ننقلل من الكتابة ونزيد من الصور والرسوم لكن بعض الأحيان تحكم يعني القصة أو الموضوع اللي ريد نتطرق لقد يكون قليل الصور يحتاج أنه نضوي على كتابة عن الموضوع تعتمد على أسلوب للأساتب فكيف الطلاب فماشاء الله يعني قلي بالك أنه هي ساعة الثنتين والظهر انتهى المايكروسوفت أو في سعيدها ورجعت مرة ثانية شغل كامل حتى تعيد يعني كانت على وشك تنسحب ترجمة نانسي قنقر